ضمائر المخاطب هي أنت ولد واحد نخاطبه أنت فتاة كما في المثال أنتما مثنى مؤنث أنتما مثنى مذكر أنتم مجموعة مختلطة من الإناث والذكور أنتنى مجموعة من الإناث فقط الذين نتحدث إليهن نبدأ بالضمير أنت أنت نستعملها لنخاطب شخصا ذكرا يتواجد أمامنا نستعملها كذلك في التخاطب مثلا نسمي بها الحيوان إذا كان الحديث عبارة عن حوار بين حيوانات كما في الرسوم المتحركة أو بين أشياء فمثلا أخاطب صديقي أقول له أنت صديقي أبي مثلا أقول أنت أبي كتابي مثلا أقول أنت كتابي رفيقي أستعمل كذلك للتحويل لتحويل أفعال فأقول أنت تلعب أنت تجلس أنت تسير أنت لعبت أنت دخلت أنت خرجت أنت راكب مثلا أنت جالس أنت قادمون إذا أردت أن أتحدث عن الهيئة أو الحالة التي يوجد عليها الشخص الذي أخاطبه أثناء حديثي إذن أستعمل أنت أنت ضمير يستعمل لمخاطبة المؤنث سواء هذا المؤنث كان عاقلا أو غير عاقل كما ذكرنا سابقا مع الضمير أنت فنستعمل أنت لمخاطبة مثلا صديقة أقول أنت صديقتي أنت أمي إذا كنت أخاطب أمي أنت أستاذتي أنت دخلت مثلا إذا أتحدثت عن الأفعال أنت تلعبين أنت تركبينا أنت ستنجحين أنت مجدة أنت صديقة الوفية أنت تحبين أكل الحلويات وهكذا أنتما نستعملها لمخاطبة مؤنث ولكن هناك شخصان نستعملها لمخاطبة شخصين كما في الصورة مؤنثين مثلا فنقول أنتما مجدتين أنتما ناجحتين أنتما صديقتايا الوفيتين أنتما تلعباني أنتما تجلساني أنتما تحباني لعب الحبل وهكذا فنخاطب بها المؤثنى المؤنث ونستعملها كذلك لمخاطبة المثنى المذكر كما في الصورة فنقول أنتما ولداني تحباني لعبة كرة القدم أنتما مجديني أنتما صغيريني أنتما قادميني أنتما فرحيني أنتما قدمتما أنتما رحلتما أنتما ستنجحاني وهكذا إذن نستعمل أنتما للمؤنث والمذكر المؤثنى الآن أنتم نستعمل أنتم لمخاطبة الجماعة سواء ذكر أو مجموعة من الذكر ومعهم بنت واحدة أو مجموعة من البنات ومعها ذكر واحد فهنا نستعمل أنتم إذن نستعمل الضمير أنتم لمخاطبة الجماعة ثلاثة فما فوق مذكر ومجموعة من الإناث مؤنث واحدة ومجموعة من الذكر وهكذا نستعمل الضمير أنتم لمخاطبة هؤلاء الجماعة فنقول مثلا أنتم مجدون أنتم مجتهدون أنتم قادمون أنتم لعبتم أنتم جلستم أنتم تدخلون أنتم تريدون متابعة دراستكم وهكذا الآن الضمير أنتم نستعمله لمخاطبة المؤنث فقط مجموعة من الإناث ثلاثة فما فوق فنقول أنتم مجدات أنتم لعبات أنتم معلمات أنتم جالسات أنتم تلعبن وهكذا أنا أنا أتكلم عن نفسي فأقول أنا مجد أنا مجتهد أنا أجلس أنا أكتب أنا أحب اللعب أنا أحب الدراسة أنا أمارس الرياضة أنا ذهبت إلى السوق أنا خرجت من المنزل أنا أحب أمي وأبي أنا أحب لعبة قرة القدم أنا سأنجح أنا أنا مباكرا أنا أعبر بشكل صحيح وهكذا نحن مجموعة نتحدث بها عن الجماعة المتكلمين مثلا أنا وأنت وأصدقاؤنا جماعة القسم مثلا نقول نحن نتحدث عن اجتهادنا عن أعمالنا عن انشغالاتنا عن مواضبتنا وعن الدروس التي نقوم بها نتحدث عن الأهداف التي ننوي القيام بها نقول نحن سنلعب نحن قرأنا نحن جلسنا وهكذا قرأنا عن الضمير المخاطب وتحدثنا عن المتكلم الآن ضمائر الغائب نجد هو هي هما هما هم هن هذه ضمائر الغائب نستعملها للحديث عن الغائب نبدأ بالضمير هو نستعمله للتعبير عن الغائب سواء كان شخصا أو إذا تحدثنا عن حيوانات أو أشياء فنقول بالنسبة الإنسان مثلا هو غائب هو يجلسوه هو يلعبوه هو متعلمون مجتهدون إذا تحدثنا عن الحيوان فنقول هو طائر صغير هو طائر كبير هو حيوان متوحش هو حيوان أليف وهكذا إذن الضمير هو نستعمله للحديث عن المذكر الغائب الآن الضمير هي نستعمله للحديث عن المؤنث الغائب هذا المؤنث سواء كان عاقلا أو غير عاقل الإنسان مثلا نقول هي فتاة مهذبة هي تجلسوه هي معلمة هي راكبة هي ستذهب هي ستأتي وهكذا هما نستعملها للحديث عن المثنى سواء مثنى مذكر أو مثنى مؤنث كما لدينا في الصورة المؤنث بالنسبة لفتاتين نقول هما هما تلعبان هما مجتهدتين هما لعبتا وهكذا نستعمل كما قلت هما للتعبير عن المثنى المذكر هما ولدان جالسان هما ولدان يلعبان هما ولدان مجتهدان وهكذا هم نستعملها للدلالة عن الجماعة الجماعة الغير حاضرين هم يلعبون هم يتسلون سواء كانوا ذكورا فقط أو مجموعة من الذكور والإناث فنقول عنهم هم يلعبون يجلسون يمرحون هن نستعملها كضمير عن المجموعة المؤنثة مجموعة من الإناث نقول عنهن هن هن يلعبن هن يجلسن هن يتمتعن هن يقرأن وهكذا الخطر